انت بعد الفترة دي انت اختفيت فترة قليلة قوي كان ايه اللي حصل اه فين بعد بعد الفترة بعد المشاة دي اه رجعت بقى الناشئين اه ولعبت بقى كملت ولعبنا كاس علم في البرتغال وبعد كده انضميت بقى للفريق الاول يعني اول مرة اضميت للفريق الاول اه مين من اللعيبة الكبيرة كانت موجودة اللي احتضنك في الفرقة بص اللي انا فاكره كويس جدا ان احنا طلعنا في كاس الاتحاد كان كابتن جوهري واخد الفريق اه كاس علم ايو سنة تسعة وتمانين تسعة وتمانين تسعين ايوة واتلغى الدوري وقاله هنعمل بطولة بديلة للدوري فكان الكابتن محمود السايس هو اللي ماسك قال لي بص يا وليد انا هطلعك معايا درجة اولى بس انت لو قديت بشكل كويس انت هتفتح الباب هشد وراك كل الجيل ده ها هدي خشبة ومحمد يوسف ومشيرحنا فيه جمال مساعد وقد كان الحمد لله نزلت مباراة كنا متعدلين كانت مباراة مع مين تقريبا كان المقاولين وكان متعدلين صفر صفر ولعبت كابتن نزلني اخر روبا ساعة كنت كواس اوي اوي وقعدت وعملت جون لكابتن طريق خليل كسبنا واحد صفر اول مرة دخلت فيها في فريق الاول في الغرفة البلابس كان احساسك ايه؟ لا الاول احنا ما كنا بنتمرن ما كناش بنقلع مع اللعبة الكبار لا 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 الاول كنت انا الوحدي الصغير فالوحدي وبعد كده لما تقلقت في المباراة دي بدأ بقى كابتن سايسي طلع هدي خشبة ومحمد يوسف ومشيرح برضو الوحدينا كان الفرقة الكبيرة يعني نبص كده من بعيد الباب من بعيد اه من بعيد كابتن علاء مايهوب لعبت بقى كابتن علاء مايهوب كابتن علاء مايهوب كابتن سابت البطل كابتن اكرامي لحيط كابتن اكرامي والله كابتن اكرامي كابتن سابت البطل كابتشوبير كابتن علاء مايهوب كابتن ربايا سيم محمود صالح كابتن محمود صالح كابتن طرفو زيد كابتن ضياء السيد ايمان شوئي كابتن ايمان شوئي طبعا لعبت معه كتير لا ده كابتن ايمان شوئي اصغر منهم اصغر منهم اه لعبت معاه مدة كبيرة بس دول لعبت معاهم بقى اللي لحقته سنة سنتين كابتن بادر رجب وقسامة عرابي لا كابتن وقسامة عرابي لعبت معك تي ده من ايام الحرب العمال الاولى كابتن وقسامة عرابي بنلعب البطولة العربية في تونس اللغبة فاحنا ايه كسبنا الحكم راح مصفر كسبنا فكلنا بقى بنجري وقلعنا الفلاك فهو احنا بنجري كابتن سابط البطل الله ارحمه قال له كابتن وقسامة احسن وقت اللي اعتزال دلوقتي قال له كابتن سيبدي بقى ناكم نسمين عبد الوارس عصر قعد عشر سنين كل سنة لا لا ما شاء الله انت بعد ظهورك مع كابتن الخطيب في اللقطة اللي انت شفتها ديت وعرفك بالنسبة لجمالينا بالاهم هل ده كان ضغط عليك ولا ده اديه لك حافظ انك تتقلق ان انا عاوز اشيل رقم عشرة دوت يبقى للجمهور اللد الاهلي على طول حياتي اه لا بالعكس مش ضغطة ولا حاجة دي كانت ميزة كبيرة وبالعكس الناس الناس عرفتني بدري اه طبعا يعني موضوع رقم عشرة بقى انه لما طلعت الدرجة اولى كان الكابتن علاء مايهوب بيلبس عشرة وبعد لما الكابتن علاء مايهوب ماشي وراح تقريبا الولمبي بدأ كذا العيب يلبس رقم عشرة يعني مرة تقريبا كابتن عدل عبد الرحمن مرة كابتن عبدالجليل مرة مش عارف اي حد اه وانا طبعا العيب صغير وحضرتك عارف البروتوكول طبعا ماينفعش انت العيب صغير طبعا انا مش حد بيعترف اه ماينفعش تطلب رقم نعم ففضلت لغاية كل اللي يلعب بيها يقدي وحش تمام هد الخافوا منها بقى كل اللي يلعب بيها والجمهور ايه يزوم تمام فطلعت المباراة لقيت ايه الرقم محطوط عالكورسي المباراة ايه مباراة مش فاكر مش فاكر يعني المباراة المباراة للبست رقم عشرة مش فاكرها لا مش فاكر يعني لان انا اصلا بلبس رقم عشرة وانا عندي 11 سنة كان في الدوري فانا لبسها على طول كان في الدوري في الدوري اه طبعا فانا لبس رقم عشرة على طول في المنتخب وفي النادي وفي الرئيتي فطلعت قلتلهم ايه قالك لا فلان وفلان قالك لا مش هنلبس قلتلهم حلو سيبوها بقى ما خليتش دي ما عامتش عندك في الزهن كده انك دي هتعمل عيك ضغط نفسي وتبقى عصبي ولا قلت لازم انا بقى قدها والبس عشر دي والناس تقولك اه فعلا عشر دي انا قدها ولا فكرة ضغط عصبي ولا فكرة انا عايز ازبط حاجة هو دايما فيه رقم بتاعك بتاعك وفيه رقم انت بتكون عايز تروح تاخد نجوميته انا رقم عشرة بتاعي وانا عندي عشرة سنين فانا الرقم مش انا رايح يعني مع كامل الاحترام في نجوم كبيرة عاملة يعني مثلا متعب لبس عشرة بس متعب بتسعة يعني كان مكسر الدنيا كابتن علاء مايهوب لبس عشرة بس باربعتاشر كان تاريخ اكبر صح ولا يعني هي نجومية اللعب النهاردة ميسي لبس تلاتين بس ميسي عشرة خلاص يتحفظ سبعة كريستيانو سبعة كابتن مصطفى عبدو معروف ان ده ممكن تغير رقمك في بعض المناسبات لكن هو رقمك سبعة انا تعفنا لبست في منتخب مصر سنة اربعة وسبعين كان بطولة الأفريقية هنا في مصر انا لبست سبعتاشر اه اول حاجة لبستها سبعتاشر افضلت ماشي بيها بيها بيقوله لو الواحد ده يتحذي لو الواحد بس يشفت اه لحد ما جات فعلا انه الظروف اه 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 وعشان كده انا لبست رقم عشرة مش حاسس اه ولا بضغط ولا بغربة ولا ان انا اه لا بالعكس انا شايف ان الرقم ده بتاعي عشان كده الحمد لله اظن ان الحمد لله وشكر الله يعني من من ساعة مكبت الخطيب اعتزل وبعديه من ساعة ما انا اعتزلت رقم عشرة حدش لبسه تاني غيرك اه يعني اعتبي كم سنة لا اربعتاشر سنة بقى اربعتاشر سنة اه